هذا وأعلنت وزارة الإسكان عن انتهائها من توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية على المواطنين المستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار ضمن برنامجها المستمر لتنفيذ أمر الذي تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع ثلاثة آلاف وحدة سكنية على المواطنين بمختلف المحافظات الوزارة قالت ان التوجيه السامية تتويجا لجهودها المستمرة والسعية نحو تكثيف وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة على جداول الخطة الإسكانية على النهجة الصحيحة التي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية التي تحظى برعاية مباشرة من لدى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لطالما كان الملف الإسكاني يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة وأجندته على رأس أولويات عملها وخطة برامجها التنموية لأنه يمثل ملفا حيويا ورئيسا كونه حقا أصيلا للمواطن فهذا الاهتمام ترجم من خلال الأمر الملكي السام لجلالة الملك المفدى ببناء أربعين ألف وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة والمتابعة الحثيثة والمستمرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتحريك وتيرة الإسكان وحلحلة هذا الملف من خلال برنامج عمل الحكومة الذي أوصى ببناء خمس وعشرين ألف وحدة سكنية والأمر السام لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع ثلاثة ألاف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة حيث شملت هذه التوزيعات أكثر من ألف وحدة سكنية في هورة سند والرفاع الشرقي والغربي والنبي صالح واللوزي حيث جاء هذا الأمر السام من سموه لتتواصل إنجازات مملكة البحرين في قطاع الإسكان والمكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى طبعا هذه المشاريع التي توجد حاوسات الإسكان حقيقة تأتي في وقت هام جدا وخصوصا هناك طلبات قديمة حالة في الحظ أن يكون من ضمن المنتفعين من خلال هذه الدفعة وهذه بحد ذاته طبعا يبعث للمواطن بالطمأنينة وبالنسبة لنحن بحد ذاته يحلحل هذا الملف ويقلص من قوائم الانتظار أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3000 وحدة سكنية في مختلف مناطق البحرين أدخل الارتياح إلى قلوب المواطنين الذين توافدوا على وزارة الإسكان لإنهاء إجراءاتهم واستلام عقود الانتفاع للوحدات الإسكانية وفق الجدول الزمني للتوزيعات حيث عبر المواطنون عن شكرهم لسموه وأشادوا بجهود القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه توفير راحة المواطن والله أنا اليوم مستانس مستلم مفاتيح البيت وشوفوا الجهال شلون مستانسين وياي ونشكر جلالة الملك وولي العهد على إسراء حم بالبحرات السكنية الحمد لله استلمت مفاتيح البيت وسرعوا وزارة الإسكان بسرعة جدا جدا نشكر جلالة الملك بسموه رئيس الوزراء وولي العهد الأمين على تسريع حم خدمة الإسكان اليوم جايين أنا والأعيال نستلم الوحدة السكانية ونحن نشكر جلالة الملك وولي العهد لاهتمامهم بالمواطنين وتخصيص هذه الوحدة التي تسعد كل مواطن حقيقة ونحن شاكرا لجلالة الملك ولكل جهوده واهتمامه إلى المواطن وإلى رفعة هذا الوطن إن شاء الله نشكر ولي العهد على فرحنا وعطانا خبر قبل العيد جيت وعيالي وولي يدرون عندما أرجع وقل لهم أن حصلنا بيت بيستهنسون أزيد منيهم أشكر السموه ولي العهد على المفاجأة الحلوة عطانيها في يوم العيد هذه عيدية من عند الحكومة الحمد لله رب العالمين وتمنيت هنا أن نجي في العيد وصارت في العيد يعني الحمد لله رب العالمين فرحتي ما توصف لأنه كانت العيد عيدين الحمد لله وأشكر ولي العهد على هالفرحة اللي خلتنا صراحة ممستوعبين بهالمناسبة أن نحن نستقبل اتصال وأن نحضر شخصيا في خلال نص ساعة تمت الإجراءات كلها وبسرعة وما شاء الله كلكم متعاونين أنا مستنسة أنا أطلع لنا بيت وإن شاء الله يصر كبير وإن شاء الله يصر حلو وأشكر بابا وللعهد أنا مستنسة واجد أشكر بابا حمد وسلم أشكر ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة ما قصره والحكومة الرشيدة وما قصر سمو ولي العهد الله يرحم والديهم وخليهم إن شاء الله وطول في عمرهم ومشكورين ما قصرتون شكرا جلالة الملك شكرا ولي العهد شكرا سمو رئيس الوزراء شكرا 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 الاهتمام لا محدود من القيادة الرشيدة في الملف الإسكاني والخطط التي وضعتها وزارة الإسكان أوجدت بعدا مستقبليا أشمل وأوسع من حيث إشراك القطاع الخاص والاتجاه إلى بناء المدن الكبيرة لتسريع وطيرة العمل والأمر السام لصاحب السمو الملكي وله العهد بتوزيع ثلاثة ألاف وحدة جسد الرؤية المحكيمة لسموه في التعامل مع هذا الملف الإسكاني سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية